بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادتي صاحب الزمان سلام الله عليه رجان تحذير مهم جدا جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله لكل زوج وزوجة في ليلة النصف من شعبان تحذير جدا مهم لأنهما يقعان في بلاء عظيم إذا ما فعلوا هذا الفعل ما هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان أي لا تقترب من زوجتك في النصف من شعبان والاقتراب معنى الجماع أنا أعتذر عندما أتكلم بهذه الصورة ولكن للتنبيه فإنه إن قضية بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شأمة في وجهه أي بمعنى بأن البيت تتغير أحواله ينحس هذا البيت لا يرى فيه الخير أبدا بعد ذلك ولد مشؤوم منحوس يعني يقلل من أرزاقكم يقلل من عافيتكم يقلل من علاقاتكم الاجتماعية يوقعكم في بلاءات كثيرة يعني طفل مشؤوم منحوس يوقعكم في الهلاك فلا تجامع ولا تقترب من زوجتك في ليلة النصف من شعبان وهذا ما ورد في الرواية في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوقة في الجزء الثالث صفحة 553 برنامج صباحات والأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة